هل تصبح حماس حزب الله غزة؟ وهل تتبنى الحركة نموذج حزب الله في لبنان في اليوم التالي في القطاع؟ تساؤلات بشأن مستقبل حركة حماس مع استبعادها شبه المؤكد من أي مسؤولية لحكم القطاع ما قد يتيح لها إعادة بناء قوتها العسكرية؟ هل يمهد إطار بايدن الطريق أمام نموذج حزب الله في غزة؟ عنوان تقرير في جوش نيوز سينديكت حماس تستعد ربما لتبنى بنية مماثلة لحزب الله في لبنان بحيث تظل قوة عسكرية وسياسية مهيمنة فيما تتيح لإدارة مدنية بلا أنياب الحكم رسميا على حد تعبير هذا التقرير الذي يضيف أنه من المحتمل أن يتوافق هذا الهدف جيدا مع المقترح المكون من ثلاث مراحل لإنهاء الصراع في غزة الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحادي والثلاثين من مايو الذي كان غامضا للغاية تحديدا بشأن كيفية ضمان عدم قيام حماس بإعادة بناء قوتها في قطاع غزة يضيف التقرير أن الهدف الاستراتيجي لحماس هو الحفاظ على قدرتها على استعادة السيطرة على القطاع مع القدرة أيضا على إعادة بناء ترسنتها الصاروخية والأنفاق ناهيك أيضا عن القوات وذلك بمساعدة إيرانية على الأرجح مع بقاء قيادات حماس وهو ما يمكن أن تعتبره الحركة نصرا كبيرا تسعى إليه إذا لم تتمكن حماس من استعادة الحكم السياسي على الفور فأن رؤيتها المؤقتة يمكن أن تشمل تصميم عملياتها على غرار حزب الله في لبنان أي دولة داخل الدولة أو بالأحرى كيان داخل كيان حيث الحكم المدني الرسمي هو اسمي وغير فعال وقد أثبت عبء الحكم اليومي في غزة أنه مرهق بالنسبة لحماس خاصة وسط الصعوبات الاقتصادية وفشل البنية التحتية ومن خلال تسليم الإدارة المدنية إلى السلطة الفلسطينية أو هيئة تكنقراطية يحذر التقرير أنه سيكون بوسع حماس أن تركز على إعادة بناء قدراتها العسكرية ومواصلة هجماتها ضد إسرائيل إن أتيح لهذا النموذج أن يتشكل تدريجيا فقد تحاول حماس في المستقبل تنفيذ انقلاب شبيه بعام 2007 والاستيلاء على السلطة السياسية الكاملة كجزء من هدف تحويل غزة مرة أخرى إلى قلعة مدعومة من إيران وذلك وفق التقرير نفسه لجوش نيوز سينديكت نناقش هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا من القاهرة الخبير في شؤون الأمن القومي الدكتور محمد عبدالواحد أهلا بك دكتور محمد معنا على سكاينيوز عربية هل تملك حماس بداية القدرات اللوجستية والبنية التحتية الضرورية لاستنساخ نموذج حزب الله في لبنان داخل قطاع غزة؟ أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدانك الكرام الحقيقة أنا أستبعد هذا تماما وجود اختلافات كثيرة جدا يعني البيئة اللي كانت حاضنة لحزب الله وقت نشوءه في 82 كانت بسبب حرب أهلية في لبنان ثم عضوان إسرائيلي على لبنان فظهرت فيه فترة معينة تختلف عن هذه الفترة ثم احتضان إيران لهذا التشكيل الشيعي كان له أثر واضح وسوريا فيما بعد تواجدها بالقرب منه يعني كانت هناك أمور كثيرة جدا تشجع على نمو حزب الله كفكرة وكميليشيا مسلحة موجودة في لبنان أتخيل أن الظروف مختلفة يعني بمعنى أن أنا عشان أتحدث أو أستشرف المستقبل لحركة حماس في المستقبل يجب أن أنا أطبق عليها المعايير العلمية في عملية استشراف المستقبل بمعنى توصيف حماس مثلا في البداية هل أوصفها على أنها جهة أو حركة حاكمة حكمة غزة خلال الفترة السابقة أم أنها حركة مقاومة أو نضال وطني تسعى إلى تحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي أم أنها جزء من طيار إسلام سياسي في المنطقة إذا افترضت الفردية التالتة إنها جزء من طيار إسلام سياسي في المنطقة يجب أن أنا أطبق المنهج التاريخي وأجيب أمثلة مقاربة عشان أستشرف المستقبل كان عندي هذه التجربة في الجزائر في 1992 وفشلت التجربة بعد العشرية السوداء حتى في الحراق الشعبي الأخير في الجزائر لم تظهر أو لم يظهر أي صوت إسلامي في هذا الحراق وعندي تجربة أخرى في قاهرة أو في مصر في 2012 جامعة الإخوة المسلمين خرج عليها الشعب كله بالكامل ورفض تجربة الطيار الإسلامي وحماس هي الأخرى جاءت بانتخابات ربما استولت على السلطة لكن العمل المشترك في الثلاثة هو عملية الدموقراطية هل النظام السياسي الإقليمي والدولي هيسمح بمزيد من الدموقراطية ويدعم الأدوات الدموقراطية في المنطقة فيأتي طيارات إسلامية ترفضها الشعوب وترفضها الأنظمة في هذه الفترة هذا عامل مهم جدا يجب الحديث عنه إذا تحدثنا عن التوصيف التاني لحماس كأنها حركة مقاومة وإدارة نجد أنها بنت نفسها في عملية الإدارة عسكريا وقامت بتسنيع سواريخ وأربو جي وقضائف هون كلها دفاعية وهجومية وده نقطة الإشكالية أدارة ملف سياسي خلال فترة الحرب سواء على مستوى المفاوضات أو على مستوى الخارجي أدارة أيها الأخرى مشاكل إدارية زي عملية الإسعافات والشرطة في شوارع غزة يجب هنا أن أنا أوصف الحالة توصيف دقيق وعندي بعض آخر يجب أن أنا أنظر إليه وهو الداخل الإسرائيلي هل أقدر أتنبأ بمستقبل حماس في ظل وجود حكومة متطرفة هي الأخرى لديها بعض أجل عوام الكثير تلعب دورها في هذا السياق على كل حال أشكرك لوجودك معنا وأعتذر على ضيق الوقت أيضا بما أنك كنا بنقل مباشر من القاهرة الخبير في شؤون الأمن القومي الدكتور محمد عبدالواحد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك